مستحيل ولا يمكن أرجع لها طول بالك يا با وين القاهوة يا معصام؟ تفضل يا حبيبي روق وخلينا نعرف نحكي بديش أشرب يومة ولا أروك أنا كرامتي تنهان؟ ما لش يا با أنت لا أول واحد ولا آخر واحد بصير معا هيك كل هذا اللي بعملها إياه بشتغل بره البيت زي الجحش وبساعدها بتدريس الأولاد وشو ما بدها بعملها أي مليون مرة حكيت لك بكفيها دلع لا يكون يا با أنت مقصر بحقها أو بخلان عليها أو على الأولاد طول نهار يدلل فيها قال مقصر قال أنا كنت شاكك وطلت أتجاوب على التليفونات قدامي أهملت كثير وتحملت بس الخيانة أنا ما بتحملها معلش يا حبيبي طول بالك يا أمه عشان الأولاد سند وسالي يا حبايبي شو راح يزير في مستقبلهم آخ بس هذا اللي كاسر قلبي يمه بكرة غيرت سير سيرت كوعة كل لسان مش فارق عندي حكي الناس يمه أنا دقيقة واحدة ما بقعد معها بنفس البيت اتحملت قرفها ونكدها وشخويرها كل الليل وبالآخر هذا جزائي معلش يا أبا شوف أبو سليم خانته مرته وسكت عشان الأولاد والسترة وهي أولاده كبر ودرسوا بأحسن الجامعات وتزوجوا ما شاء الله عليهم أنا مستحيل أعيش بواحدة خانتني مستحيل أعيش كذب كل عمري هاي ما تكبر الموضوع يا أبا اعتبرها نزوب تروح سامحها عشان يا أبا سامحها وخليها العجل ماشي سامحها؟ أشوي سامحها؟ هسقط يا عجي بكرة من الطبل فيه وبولاده حبيبي سامحها رد على أبو واذا سامحتها؟ كيف بدي أعرف إنها ما رح ترجع تخوني مرة ثانية؟ كيف بدي أحس بالأمان؟ كيف بدي أحس بالاستقرار؟ كيف بدي أعرف إنها ما رح ترجع تكسر قلبي مرة ثانية؟ كيف؟ 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 إيش هذا الصوت؟ تفيه المنبه؟ بواعدك ما رح يرجع يرن مرة ثانية؟ ما رح يرجع يرن مرة ثانية؟ ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر